تستمر المعارك في حلب ويستمر الثوار محاولتهم كسر الحصار عن المدينة لمتابعة آخر تطورات العسكرية في معركة حلب أو في ملحمة حلب الكبرى معنا الآن أبو جميل وهو قياد في فلاق الشام أبو جميل السلام عليكم بداية لو تشرح لنا سير المعارك في حلب إلى أين وصلتم ماذا تم تحريره أو إنجازه حتى هذه اللحظة لو تطينا فكرة عامة عن سير المعارك ماذا تم تحريره وما هي وجهتكم في المستقبل حياك الله وعياك أخي الكريم منذ أربعة أيام بدأنا في هذه المعاركة العظيمة حيث من الله علينا في المرحلة الأولى بتحرير الضاحية ومن يان ومناشر من يان والكرتون والمستودع وبإذن الله تعالى مستمرون للمرحلة الثانية المرحلة الثانية هي بإذن الله تعالى مشروع ستلاف وحلبة جديدة والأكاديمية والكليات بإذن الله تعالى ما هي أهمية المناطق التي حررتموها سواء كان ضحيت الأسد أو من يان أو مناشر من يان أو المناطق التي حررتموها في المرحلة الأولى طبعا أخي الكريم هذه المرحلة الأولى تعتبر الخط الأول للنظام من الناحية الغربية لمدينة حلب والنظام يعول على هذه المنطقة بأنها محصنة بشكل جيد ولله الحمد استطعنا كسرها وخرقها طيب هناك من يتكلم أن ملحمة حلب الكبرى أو معركة حلب توقفت أو قد تتوقف هل سوف تتوقف فعلا معارك حلب أو أنها ستستمر وما هو هدفها الحقيقي؟ يعني ما هو الهدف الحقيقي؟ هل هو كسر الحصار؟ هل هو تحرير كامل المدينة؟ أم لديكم أداف أخرى؟ أخي الكريم منذ المعركة الماضية لفك الحصار إلى الآن لنتوقف فبدأنا منذ أربعة أيام المرحلة الأولى وسوف نقوم بالمرحلة الثانية ولكن هناك تجهيزات للمعركة لا يمكن أن نقوم بمعركة إلا أن تكون مستوفية كل الأمور بإذن الله تعالى ما هو الهدف العسكري من هذه المعركة؟ هل هو مجرد فك الحصار عن المدينة أو أن لديكم أهداف أخرى؟ أخي الكريم الهدف أكبر من فك الحصار الهدف هو تحرير مدينة حلب الكامل بإذن الله تعالى بشقيها الشرقي والغربي؟ طبعا طبعا مدينة حلب الكامل بإذن الله طيب ما هي أهمية هذه المعركة التي تأخذونها الآن في حلب؟ يعني معركة حلب معركة واجهون فيها الإيرانيين والروس ومرتزقة أفغان ولبنانيين وعراقيين يعني ما هي أهمية هذه المعركة التي أنتم أطلقتم عليها ملحمة حلب الكبرى؟ أخي الكريم هذه المعركة معركة الأمة حيث أن نجاحها أو فشلها لسمح الله يعود على الأمة جد ونحن نعلم تكالب الروس والصفويين والإيرانيين على هذه المعركة بشكل كبير جدا جدا ونحن بإذن الله تعالى مستعدون لهذه الهجمة الشرسة من الدول التي أتت مع إيران وروسيا وحلفائهم بإذن الله تعالى يعني أنت تريد أن تقول أن حلب هي خط أول عن كامل الأمة في مواجهة المحتل الإيران الآن هناك تقارير تشير أو أن هناك إدعاءات من قبل النظام أن فصائل الثورة تستهدف المدنيين في حلب وأن هناك ضحايا من المدنيين تم استهدافهم من قبل فصائل الثورة في القسم الغربي من المدينة ما هو ردكم على هذه الإدعاء؟ بالنسبة لأننا أخي الكريم لم نفكر في قذيفة واحدة إلى المدنيين نحن لجأنا في هذه المعركة لخطة زكية وهي تشكيل إنغماسيين بدأنا بتشكيل 400 إنغماسة وذلك لتخفيف القصف على المناطق المدنيين نحن تم تركيز القصف على الأكاديمية على الكليات على مناطق التي هي قواعد عسكرية للنظام ولكن بالنسبة للضاحية أو حلب الجديدة أو تتالات كما يزكوا هذا النظام نحن لم نرسل أي قذيفة كما ذكرت لك نحن لدينا لجان لإفراغ هذه المدنيين وتأمينهم والصرف عليهم من مواد إغاسية وغير ذلك طيب ما هي رسالتك للمدنيين الموجودين في القسم الغربي من المدينة بداية؟ يعني هؤلاء المدنيون الذين يقعون أو كتب عليهم أن يكونوا تحت سيطرة النظام وهم الآن بينكم وبين النظام ما هي رسالتكم لهؤلاء المدنيون في القسم الغربي من المدينة؟ نحن منذ بداية المعركة أصدرنا بيان عن حلب الجديدة ومشروع التلاف والحمدانية أنها منطقة عسكرية فوجه رسالة للمدنيين بإخلاء هذه المناطق لأنه عندما يتم تحرير هذه المناطق يقوم النظام السوري والإيرانيون والروس بقصف المدنيين بحجة المسلحين يقوم بقصف المدنيين فأنصحهم بأن يخرجوا من هذه المناطق وبإذن الله سوف نقوم بتحريرها وإرجاعهم عليها بإذن الله ما هي رسالتك للمحاصرين في القسم الشرقي من المدينة وأنتم تخذون كل هذه المعارك من أجل فك الحصار عنهم؟ أقول لهم بإذن الله لن نخذلهم ما ذام أن النظام والروس والإيرانيون زعموا بفتح ممر آمن للمدنيين الموجودين داخل حلب وهم رفضوا يعني تصور محاصر يعرض عليه بالخروج من الحصار ولم يرضى بأن يخرج من الحصار فبإذن الله لن نخذل هؤلاء الناس الأبطال الذين صمدوا هذا الصمود في حلب الله يزيكم الخير والله تكلاع في أب جميل